بإيرادات مالية تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا والإسهام بتعوض عشرة مليارات دولار حرمت منها تركيا بفعل تسعيرة المرور المخفضة عن السفن التي تعبر مضيق البوسفور أعلن الرئيس تركي رجب طيب اردوغان بدء العمل بمشروع قناة إسطنبول المائية الجديد الذي قال إن إنجازه سيتم في غضون ست سنوات وبتكلفة تقارب خمسة عشر مليار دولار مشروع استراتيجي سيمنح تركيا أفضلية تنافسية في تجارة النقل الدولي التي يمر أكثر من خمسة وسبعين في المائة منها عبر البحار وفقا لدراسة بحثية صادرة عن مجموعة من الجامعات التركية أردوغان أكد أن المشروع هو لإنقاذ مستقبل إسطنبول بعد أن كشفت التقديرات عن أن عدد السفن العابرة من مضيق البوسفور سيصل ثمانية وسبعين ألفا في عام الفين وخمسين ومع أن الطاقة الاستيعابية الأمنة للسفن العابرة لمضيق البوسفور لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف سفينة سنوية القناة التي بدأ العمل بها ستصل بين بحر مرمرة والبحر الأسود بالشاطل الأوربي من إسطنبول إذ يبلغ طولها خمسة وأربعين كيلو مترا وعمقها يبلغ نحو واحد وعشرين مترا وعرض قاعدتها مائتين وخمسة وسبعين مترا في الأقل وستحول القناة الجديدة مضيق البوسفور إلى خط ثانوي للتجارة البحرية لكونها ستكون جاذبة للسفن والناقلات العملاقة فضلا عن كونها لن تكون خاضعة لاتفاقية مونترو لعام ستة وثلاثين وتسعمائة وألف والتي تسمح للسفن التابعة للدول المطلة على البحر الأسود بحرية المرور والوجود في حوض البحر الأسود أما سفن التابعة لدول خارج الحوض فسيسمح لها بالوجود لمدة ثلاثة أسابيع الرئيس التركي أكد أنه سينضي قدما لإنجاز المشروع مع محاولات جهات لم يسميها منع تنفيذه فقناة إسطنبول ستكون وفق تحكم وإرادة أنقرة بشكل تام اقتصاديا وسياسيا على عكس مضيق البوسفور